أمريكا عادت بهذه النبرة الحماسية. أعلن رئيس جو بايدن قبل ثلاث عوام عن عودة الولايات المتحدة لتحمل مسؤوليتها في قيادة العالم بعد السياسة الانعزلية التي انتهجها سلفه دونالد ترامب حسب مراقب غن. لكن ما حدث كان مخيباً للآمال. فواشنطن اليوم أكثر عزلة بسبب الدعم المطلق لإسرائيل. فبعد ساعات من عملية طفان الأقصى تبنت واشنطن وعلى مدار أسابيع وأشهر كاملة الرواية الإسرائيلية واختارت أن تقف وحيدة بجانب إسرائيل لدعمها عسكرياً وسياسياً ومادياً في حربها على قطاع غزة دون تراجع لخطوة واحدة حتى مع تخلي الحلفاء الغربيين عن موقفهم الداعم لتل أبيب استجابة لضغوط شعوبهم المصدومة من حجم الكارثة الإنسانية التي تتعرض لها غزة من قتل ودمار وجوع تخطى كل حدود العقل والمنطق وغرائز الانتقام. العزلة الأمريكية ظهرت جلية حينما استخدمت الولايات المتحدة مرتين متتاليتين حق النقد الفيتو في مجلس الأمن لمنع صدور قرارين يدعوان لوقف إنساني لإطلاق النار في القطاع. لكن الدولة الأقوى في العالم خرجت مؤخراً على استحياء من عزلتها في مجلس الأمن الدولي بقرارها عدم وأد قرار يدعو إلى إدخال مساعدات إنسانية على نطاق واسع إلى القطاع. وخلافاً للموقف الذي تخذه بعض من أقرب حلفائها مثل بريطانيا وفرنسا واليابان التي صوتت لصالح القرار. امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. وقبل ذلك بأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تجد الولايات المتحدة بين سائر شركائها الأوروبيين سوى النمسا والتشيك في التصويت ضد قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. موقف واشنطن وانحيازها المطلق لإسرائيل انعكس سلباً على صورتها أمام العالم بعد عقود من تغنيها بحقوق الإنسان والحريات ما جعل تلك المبادئ محل تشكيك وسخرية. دعم أمريكا لا محدود لإسرائيل تسبب في اتساع مدى الصراع بدخول الحوثيين باليمن وتهديدهم للتجارة العالمية في البحر الأحمر. ما قد يلقي بتبعات أشد وطأة على اقتصاد عالمي منهك يحاول علاج الأزمات الطاحنة التي تسببت فيها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.